بسم الله والابن والروح القدس إلا هالواحد أمين السلام ونعماليكو أهلا بيكو في اجتماع جديد من الاجتماعات اللي بناخدها المتعلقة بالكنيسة الأبطية الأرثوذوسية وكنا خدنا شوية موضوعات قبل كده عن الكهنوت وعن الشفاعة وعن التقليد وعن موضوع عن الاختطاف موضوعات كلها بتبين الإيمان بتاعنا ككنيسة قبطية أرثوذوسية وبناخد المواضيع ديت علشان لو سئلنا في أي وقت اللي احنا بنعمل الحاجة الفلانية ليه بنأمن بالحاجة الفلانية نكون عارفين نجاوب على الأسئلة النهاردة هناخد موضوع جديد موضوع النهاردة اللي أنا أحب أشارك معاكو فيه هيبقى اسمه إكرام الصليب إكرام الصليب الكنيسة الأبطية بتاعتنا معروفة إن هي بتكرم الصليب أكتر من أي ممكن نقول أكتر من أي طايفة تانية يعني بنقول النهاردة إن من الخلافات اللي موجودة بين الكنيسة الأرثوذوكسية عموما يعني وبعض الطوايف البروتوستانتية هو إكرمنا العجيب للصليب بإحنا نكرم الصليب على طول دايما نرشم الصليب جايز زي ما قلنا التوايفة التانية ممكن موضوع رشم الصليب عندهم يمكن تلاحظوا حتى في اجتماعات أو بداية صلاة أو نهاية صلاة تلاقي ما فيش علامة الصليب يعني يحتموا بيها لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة ولا حتى يقولوا باسم الأب والابن وارح القدس الإله الواحد أمين الطوايف بيكتفوا إنه هم بيأمنوا بالصليب بقلوبهم لكن ما يستخدمهوش كتير فتلاقي ما تلاقيش حد معلق الصليب لا بالصليب أو ماسك صليب أو يحتفلوا حتى بأعياد الصليب أو ما أعتقدش إن لهم أصلا بيستخدموا الصليب يعني عادتنا نبوس الصليب هم لا يقبلوا الصليب ولا ياخدوا بركة الصليب النهارده النهارده هنشوف ليه كنستنا بتحتم وتدي اهتمام كبير بالصليب وإزاي إن اهتمامنا بالصليب ورشم الصليب ده شيء نافع ومفيد والكلام كله موجود من الكتاب المقدس يعني عايزين نقول إن اللي احنا بنعمله موافق لتعاليم الكتاب المقدس هنبدأ الأول ونقول إن السيد المسيح ركز على الصليب قبل خدمته وأثناء خدمته وقبل الصلب يعني ايه كلام ده هنشوف إن السيد المسيح في متى عشرة تمانية وتلاتين يقول لنا ايه من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني وإن أراد أحد ده متى 16-24 إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني وكأن السيد المسيح بيقول التبعية ليا أي واحد عايز يمشي معايا أو يتبعني لازم حمل الصليب وإيه تاني لما اتكلم مع الشاب الغني ورح وقال له ماذا أفعل لأرسل حياة الأبدية في الأول كلمه على الوصاية فلما قال لشاب الغني لما قال له إن هذه كلها حفزتها منذ حدثتي السيد المسيح أحبه وبعدين قال له إيه قال له يعوزك شيء واحد إيه هو قال له اذهب بيع كل مالك وأعطيه للفقراء في يكون لك يكون لك كنزا في السماء وتعالى اتبعني حاملنا الصليب فحتى لما اتكلم مع الشاب الغني برضو التبعية لما قال له وتعالى اتبعني حاملنا الصليب يعني لو أنت بتدور على الأبدية وبتقول لك كيف أرسل حياة الأبدية حلو اللي أنت بتعمله كله لكن يعوزك شيء واحد إيه تعالى اخلص من محبة الغريبة اللي جوه قلبك كان في محبة مال كتيرة عنده فقال له اخلص منها اذهب بيع كل مالك وأعطيه له الفقراء يعني اخلص من محبة المال اللي جواك حتى الشيء المؤسف يعني الشاب الغني يقول إنه هو مضى حزينا لأنه كانت محبة المال جوه قلبه جمدة يعني لكن إحنا خلينا نركز على تعالى اتبعني حاملا الصليب فكان دايما سيد المسيح لما يتكلم على تبعيته كان دايما يذكر كلمة الصليب وبعدين يقول التلاميذ بتوعه إيه يقول لهم من لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لتلميذ يبقى حامل الصليب لتبعية المسيح زي ما خدنا الأول ودلوقتي بيقول لو أنت عايز تبقى تلميذ لي ما تقدرش تبقى تلميذ إلا لو شكت صليبك من لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا يبقى الصليب من شروط التبعية وشروط التلمزة ده قد إيه السيد المسيح دايما يذكر موضوع الصليب فنلاقي إيه بعد كده نلاقي أن الأباء الرسل برضو ركزوا في كرازتهم على صلب المسيح نلاقي قديس بطرس يقول لي اليهود إيه في أعمال 2-36 يقول لهم فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا لما يجي يتكلم على السيد المسيح دايما يذكر الصليب فيقول لهم إيه الذي صلبتموه أنتم ليه أصله هو الصليب لازم يخش في الكرازة والنقي قديس بوليس يركز على الصليب ويقول إيه يقول نحن نكرز بالمسيح مصلوبا طب ما هو آمن الأموات هو حلو طبعا ده القيامة دي حاجة مهمة جدا لكن هو يقول في كرازتي هكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة طبعا اليونانيين ده اللي نثبتوا الفلسفة والحكمة فإيه اللي بقى الصليب اللي أنت بتتكلم عليه ده ده جاه اللي بالنسبة لهم يعني بالرغم إن كان الكلمة الصليب أو صلب المسيح كان عثرة بالنسبة لليهود اللي أنهما كانوا عايزين مرك أرضي فإيه الصليب اللي أنت بتتكلم عليه فكان لليهود عثرة ولليونانيين جهالة طب يا بوليس لما أنت شايف أن الصليب عثرة لليهود وجهالة لليونانيين هتكرز بيه ليه يقولك لا ده أنا مش هكرز غير بالمسيح المصلوب برغم من إن هو صلب المسيح هيكون عثرة لليهود وجهالة لليونانيين لكن أنا هكرز بالمسيح مصلوبا ليه عشان أهمية الصليب ويعتبر بوليس الرسول أن الصليب هو جوهر المسيحية فاكرين لما قلنا قبل كده مسيحية بلا الصليب ما تبقىش مسيحية فهو برضو القديس بوليس الرسول يركز على الموضوع يقول إيه يقول يقول في كورنسوس الأولى اتنين اتنين لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا يعني أنا مش عايزة أعرف أي حاجة غير حاجة واحدة إيه إن السيد المسيح وإياه مصلوبا ويقول لا لأهل غلطية إيه في غلطية ثلاثة واحد يقول لهم أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم إيه مصلوبا ده بوليس مركز قوي على موضوع الصليب يكرز بالصليب ويكلم أهل غلطية ويقول لهم مصلوب وإلهم مش عايزة عرف إلا سيد المسيح وإياه مصلوبا وكان الصليب موضوع فخر الرسل كلهم وفخر بوليس رسول نفسه كان يقول إيه يقول وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بالصليب ربنا يسوع المسيح أنا افتخاري كله مش بأي حاجة غير بصليب يسوع المسيح أما أنا وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بالصليب ربنا يسوع المسيح وإحنا لما بنرشم علامة الصليب بنفتكر معاني إلهوتية وروحية جميلة جدا أول حاجة نفتكر هاي بنفتكر محبة الله لنا اللي هو من أجل خلصنا قبل إنه هو يموت على الصليب فإحنا لما بنرشم الصليب بنفتكر بحبة ربنا وده 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 اللي قاله شعية في 53 6 يقول إيه يقول كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب اللي حوالينا إنه إحنا تبع نتبع لهذا المصلوب إحنا نتبع المسيح المصلوب فلما نرشم الصليب ونلبسه على صدرنا ونبوسه وندقه على أدينا ويتلاقوا كده كنيسة فوق الأوب وحطين الصليب وأول ما تخش الكنيسة على حمل الأيكونات لازم تلاقي صليب ده كل ده علشان إحنا نور للعالم كله إن إحنا نتبع هذا المصلوب زي ما قال اللي عايز يتبع نيحمل صليب وإحنا تبع هذا المصلوب كل اللي إحنا بنعمله ده علشان نعلن إيماننا وإحنا عمرنا لا نستحي بصليب المسيح بالعكس ده نخلى بوليس الرسول بيقول إني يعني حاشا لي أن أفتخر بشيء إلا إلا بصليب يسوع المسيح فإحنا عمرنا ما نستحي بالصليب أبدا قدام الناس بالعكس إحنا نفتخر بيه قدام الناس ونعيد في كنيستنا أعياد للصليب ونتمسك بالحاجات دي ومجرد حتى من غير ما نتكلم تبص تلاقونا دايما معروفين إن إحنا الدول مسيحيين ليه لو قعدت في أي قعدة لغتك هتقول إن أنت مسيحي قبل ما هتاكل هترشم الصليب قبل ما هتاكل هتصلي ولما هتصلي لازم هترشم الصليب وتقول إن إحنا نتبع هذا المصليب ولما نرشم الصليب إحنا بنقول إن إحنا نؤمن بالسلوس ليه بنقول باسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين فإحنا كل مرة نقول باسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين إحنا نعلن عقيدتنا بالسلوس المقدس الآب والإبن والروح القدس يبقى لو أنا مش هترشم الصليب مش هعلن عقيدتي في السلوس القدس ولما رشم الصليب أنا بعلن كمان حاجة كبيرة أوي وحلو أوي إيه بعلن عقيدة التجسد وعقيدة الفداء تقول لي إزاي أقولك لما بنرشم الصليب بنرشم من فوق لتحت بنقول باسم الآب والإبن الآب الذي في السماء الله نزل من السماء إلى أرضنا تحت ودي إيه باسم الآب والإبن من السماء للأرض ده أنا بعلن إيه عقيدة التجسد وبعدين أقول بعد ما أقول باسم الآب والإبن أقول والروح القدس من الشمال إلى اليمين عن طريق الصليب من الشمال إلى اليمين المسيح نقلني من الشمال لليمين من الظلمة للنور من الموت للحياة ده عمل الفداء يبقى أنا أنا المقول باسم الآب والإبن ده التجسد والروح القدس من الشمال إلى اليمين ده هو عمل الفداء نقلنا كلنا من الموت للحياة ومن الظلم إلى النور ومن الشمال إلى اليمين من الشمال لما بنرشم الصليب بنعلم عيالنا دنا هو إيه أنا فنعلمهم رشم الصليب لما يصلوا لهم يرشموا الصليب يخش الكنيسة لهم يرشموا الصليب لما ناكل لهم يرشموا الصليب لما يروحوا يناموا نقول لهم يرشموا الصليب نعلمهم دايما نرشم الصليب ده يحقوا على ابونا مخايل إبراهيم لما كان لسا علماني كان يقولوا يرشم الصليب على كل حاجة لما يخش المكتب بتاعه قبل ما يفتح الدرج يرشم الصليب على الدرج لو شرب القهوة يرشم الصليب على القهوة لما يفتح أي دوسي أو فايل كده يبدأ الشغل يرشم عليه الصليب كان الصليب دوت حياته فالصليب إحنا زي ما قلنا دلوقتي إن إحنا لما بنرشم الصليب ونعلموا لعيالنا بنعلمهم إن هم يرشموا الصليب في أوقات كتيرة زي ما قلنا لما يصلوا لما يكلوا لما يروحوا الكنيسة ولما يناموا إيه ثاني لما بنرشم الصليب بنفتكر كمان إن عقوبة الخطيئة موت يعني إيه؟ يعني لولا خطيانة ما كانش المسيح مات فدي أجرة الخطيئة موت ففي الصليب بنتعلم إن أجرة الخطيئة موت عشان كده في أفاسوس 2-5 يقول إيه؟ إن إحنا كنا أمواتا بالخطايا وبعدين لكن المسيح مات عنا للصليب وأعطانا الحياة وعلى الصليب دفع التمن لما قال للأب إيه يا أبتاه اخفر لهم ليه؟ أنا خالد فع التمن دلوقتي هما كان عليهم حكم الموت أنا أمت عليهم على الصليب فأول ما قال له يا أبتاه اخفر لهم ليه؟ علشان أنا خلاص بدفع التمن دلوقتي لما نرشم الصليب نفتكر محبة ربنا لنا إن ربنا ده كان زبيحة حب على الصليب عشان كده في يحنى 3-16 الآية المعروفة تقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية زبيحة حب في الصليب إيه تاني؟ لما نرشم الصليب نؤمن إن هذا الصليب في قوة القديس بوليس الرسول يشعر بقوة الصليب ويقول إيه؟ يقول وأما من جهتي فحش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وأنا له العالم تصلب لي وأنا له يعني إيه العالم تصلب لي يعني كل ما كل اللي موجود في العالم من ملازات ومن غنى ومن أمجاد وكل المغريات اللي موجودة دي بقيت خلاص حاجة تفعى حاجة ميتة بالنسبة لي أنا خلاص بقيت حاجة ميتة العالم كل ما في هذا العالم أصبح أنا بالنسبة له ميت وهو ميت بالنسبة لي من جهتي أنا لا أشتهي أي شيء من هذا ومن جهة المغريات دي كلها لا دا شكلها حاجة يعني صلب العالم لي وأنا له يعني أنا حتى ما ببصش لكل مغريات العالم دا ايه دا عن طريق الصليب ايه ثاني في الصليب؟ يقول القديس بوليس الرسول كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله قوة الله الصليب قوة الله مجرد كلمة الصليب قوة الله عشان كده لما نرشم علامة الصليب بنحس ان احنا بناخد قوة ونتذكر ان ربنا بالصليب دا سنموت ومنح الحياة لنا كلنا وقهر الشيطان وغلبه دا ايه دا؟ بالصليب كلنا نفتكر القصة الجميلة بتاعت حرب عمليق لما بني اسرائيل كانوا بيئنوا في ارض مصر وربنا بعت لهم موسى وعداهم من البحر الاحمر وقلنا ان هم عبور البحر الاحمر كان علامة للمعمودية اول ما خرجوا بعد المعمودية بدأت بقى حروب الشيطان فظهروا شعب اسمه عمليق عمليق لهم كانوا عمليقة ودول يمثلوا الحروب يعني يمثلوا الشيطان يعني يقول لك ايه في كتاب المقدس يقول لك واتى عمليق وحارب اسرائيل من رفيديم فقال موسى اليشوع انتخب لنا رجالا واخرك حارب عمليق وغدا انا اقف على رأس التلة وعصى الله في يديا ده موسى بيكلم يشوع بيقول شوف لنا كده رجالا اخرج روح حارب عمليق وانا بالنسباني انا هطلع فوق الجبل دوت ومعايا العصى في يديا يقول لك ايه بعد كده ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عمليق يقول لك واما موسى وهارون وحور فسعدوا على رأس التلة فوق كده الجبل كده تلة وتلعوا يقول لك وكان اذا رفع موسى يده ان اسرائيل يغلب واذا خفض يده ان عمليق يغلب تخيلوا معايا موسى يرفع يديك كده علامة الصليب اللي يحصل يشوع يغلب ينزل ايده يلاقي عمليق هو اللي يغلب يرفع ايده تاني شعب اسرائيل يغلب يتعب وايده تنزل يلاقي عمليق بيغلب في الاخر عمله ايه ما هو تعب يقول لك فلما صارت يدا موسى ثقيلتين لما تقلت ايده ومش قادر يرفعها علامة الصليب يقول لك ايه اخذ حجرا ووضعه تحته فجلس عليه نمين ده هارون وحور جابوا له حجر كبير واععدوا موسى عليه الواحد من هنا والاخر من هناك فكانت يداه اه لا ودعم هارون وحور يديه يعني هارون مسك ايد النحية من نحية وحور مسك ايديه من نحية التانية زي ما شايفين في السورة عدو لانه تعبان واحد مسك دراعه ده ورفعه والتاني مسك دراعه ليه اصل العلامة دي هي علامة الغلبة كل ما موسى من ترفع ايديك اللي اتنين بعلامة الصليب اسرائيل بيغلب يقول لك ايه ودعم هارون وحور يديك واحد دعمه من هنا واحد دعمه من هنا وبعدين يقول لك الواحد من هنا والاخر من هناك فكانت يده ثابتتين العلامة موجودة فوق الى غروب الشمس فهذا ما يشعر عماليق وقومه بحد السيف ده معناه ايه معناه حروبنا احنا الروحية مش هنغلب عماليق مش هنغلب الشياطين مش هنغلب التجارب ومغريات العالم مش هنغلب كل شهوتنا مش هنغلب الجسد مش هنغلب الا بحكتين ايه يشوع هو القائد ويشوع معناها يسوع وتحت العلامة اللي موجودة من فوق اللي هي علامة الصليب يقول لك فكانت يده ثابتتان ثابتتين إيه غروب الشمس وغروب الشمس يعني ايه احنا هنعود في الحرب دي ايه لغاية غروب الشمس هي غروب الحياة بالنسبة لنا يعني لغاية اخر لحظة من حياتنا قبل النوم قبل ما ننام نوم الموت وإحنا هنكون في هذه الحرب منتصرين يشوع اللي هو يسوع قائدنا وتحت هذه العلامة الغلبة اللي موجودة فوق علامة الصليب ده ايه ده ده الصليب في قوة عشان كده احنا في الكنيسة بتاعتنا في عيد الصليب نسبح ونقول ايه نقول السلام لك ايها الصليب فرح المسيحيين السلام لك ايها الصليب سلاح الغلبة السلام لك ايها الصليب عرش الملك السلام لك ايها الصليب علامة الخلاص السلام لك أيها الصليب سيف الروح السلام لك أيها الصليب ينبوع النعم ده إحنا فرحانين بالصليب وبقوة الصليب وننهي التسبيح ده ونقول إيه نقول الصليب هو سلحنا الصليب هو رجأنا الصليب هو ثبتنا في ديقتنا وشدائدنا ده المرض اللي بنقوله في عياد الصليب بالطريقة الشعانيني قد إيه إحنا ككنيسة بنفرح بالصليب تاني نرجع تاني ونقول نرشم الصليب لأن الشياطين تخاف وترتعب من علامة الصليب ليه أصل كل تعب الشيطان من أيام آدم لغاية آخر الدهور كل تعب وضاع ضاع على الصليب ما هو سيد المسيح ومجرد ما تصلب نزل وحر سب سبيا ليه مملكته خلاص بقى حتى الموت فينك أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوية الشيطان فقط كل شيء لما سيد المسيح طلع على الصليب عشان كده كل الشيطان كل مرة يشوف الصليب يفتكر أني ابهدل على الصليب كل تعب وراح على الصليب يعني بوسط الصليب انهزم وما بقاش ليه سلطان في أي حاجة عشان كده يرتعب من علامة الصليب أصل المسيح على الصليب دفع ثمن وعمل إيه ما حاجة مية خطايا الناس بدمه ده كل ده على الصليب عشان كده الشياطين يترعبوا من الصليب في قصة تانية تلاقوها في سفر العدد واحد وعشرين من آية خمسة لتسعة يقول إيه يقول وتكلم الشعب على الله وعلى موسى الشعب كان متزمر فبدأوا يتكلموا على ربنا وعلى موسى ويقولوا إيه يقولوا لهم لماذا أصعد تمانا من مصر اللي نموت في البرية أنتوا تخرقتونا من مصر عشان تموتونا في البرية لأنه لا خبض ولا ماء وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف اللي هو إيه الطعام السخيف المنى اللي كان بينزل من السماء بدأوا يزهقوا منه ويقولك هذا الطعام السخيف إحنا نزهقنا أنتوا جايبيننا عشان تموتونا لا في أكل ولا في مية وبدأوا إيه يتزمروا ربنا زعل بعد اللي أنا بعمله معاكم ده أنتوا كنتوا في عبودية مرة وخرقتكم وأنقصتكم من فرعون وجبروته اللي كان يمس للشيطان وعبرتكم البحر الأحمر وغرقت فرعون وكل قوته في البحر الأحمر وحاربت معاكم في البرية عمليق وخلتكم تنتصروا بعدتكم أكل من السماء طلعتكم مية من الصخرة كنت في البرية أمشي معاكم بالنهار في عمود من سحاب وبالليل عمود من نار أنا ورلكوا بالليل كل ده وجيين بعد كده تتزمروا يقولك إيه فأرسل الرب على الشعب الحياة المحرقة فلذغت الشعب فمات قوم كثيرون من إسرائيل فأتى الشعب إلى موسى وقالوا قد أخطأنا استكلمنا على الرب وعليك فصلي إلى الرب ليرفع عنا الحياة فصلى موسى لأجل الشعب فقال الرب الموسى إيه ربنا قال للموسى اعمل لك حية محرقة وضعها على راية فكل من لدغ ونظر إليها يحيى اللي يتلدغ من الحية يبص على الحية اللي متعلقة ديت فيبرق من السم وما يموتش بسبب السم الحية ويحيى يقول لك فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس يحيى عشان كده في يحنى 3-14 يقول لك إيه وكما كانت ترفع الحية النحاسية في القديم شفاء للناس وخلاصا من الموت هكذا رفع رب المجد على الصليب وهكذا علامة الصليب علامة الصليب إن كانوا كانوا بيبصوا على الحية فيشفوا وكانت مصدر شفاء وخلاص من الموت إحنا نفس الحكاية نبص على علامة الصليب ويكون لنا شفاء وخلاص من الموت لإن المسيح مات عنا إحنا بنرشم الصليب بنرشم الصليب ليه؟ عشان ناخد بركته أصلا على الصليب حمل الرب كل لعنتنا عشان يدينا بركة إيه؟ المصلحة مع ربنا يبقى على الصليب المسيح صالحنا مع ربنا وإدانا بركة الحياة الجديدة وبركة العطية إن إحنا ناخد جسده وكل نعم العهد الجديد جاية من الصليب ما هي المعمودية إيه؟ موت مع المسيح وقيامة مع المسيح ده في المعمودية وبسبب الصليب وموت المسيح أعطانا إيه؟ أعطانا جسده وأعطانا دمه فالبركات كلها جاية من الصليب عشان كده تلاقوا رجال الكهنوت دايما يستخدموا الصليب عشان يبركوا بيه الناس ليه؟ أصل البركة مش من الكاهن الكاهن ما عندهش بركة ده البركة جاية من الصليب اللي هو شايله فهو يمسك دايما الصليب عشان يقول البركة كلها اللي احنا عايشين بيها مصدرها الصليب وفي كل أسرار الكنيسة تلاقي السيئة تلاقي الكاهن ماسك الصليب في الأداس ماسك الصليب في المعمودية ماسك الصليب في سر الزيجة ماسك الصليب كل الأسرار المقدسة لازم الكاهن يبقى ماسك الصليب ليه؟ لأن له للصليب ما كناش نستحق إن احنا نقرب ونبقى أولاد لربنا في المعمودية لأنه زي ما قلنا قبل كده المعمودية موت مع المسيح وقيامه معه فعلى الصليب المسيح إدانا نكون ولاده عن طريق المعمودية موت معاه وقيامه معاه لأنه متع الصليب وزي ما قلنا برضو لما مات إدانا برضو جسده ودمه في سر الإفخارستية يبقى الصليب مصدر بركة كبيرة إحنا نهتم بالصليب عشان إحنا بنتذكر إننا لينا شركة معاه في الصليب شوف القديس بوليس الرسول في غلطية 22 يقول إيه؟ يقول مع المسيح صليبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه ويقول إيه تاني آية جميلة جدا في فيليبي 13 يقول لا أعرف وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته برضو بالرغم إنه هو يعرفه ويعرف قوة قيمته يقول لكن فيه شركة تانية معه إيه؟ شركة آلامه متشبها بموته عشان كده دايما نقول من أجلك نماتة طول النهار يعني إيه نماتة طول النهار نحاول نميت كل حاجة تفصلنا على محبة المسيح أي فكر أي عمل شرير أي خطية نحن نحاول نميت الحاجات دي علشان كده بنقوله من أجلك نمات طول النهار مع المسيح صلبت في أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه إحنا نكرم الصليب برضو علشان ده كان موضوع سرور الآب يعني إيه سرور الآب؟ شوفوا إيش عيا في 53 عشرة يقول إيه؟ يقول وأمر رب الآب فصر أن يسحقه بالحزن أو بالحزن إيه ده معقولة؟ آه أصلي ربنا كان عايز يشوف الفداء عايز يخلص ولاده عايز يخلصنا عايزنا أنه بأولاده فربنا يقول لك أمر رب فصر أن يسحقه الإبن بالحزن وفي عبرانيين 12-2 ده مش بس الأب هو المسرور ده الإبن كمان في عدة ألامه وصلبه مسرور يقول لك إيه؟ من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي في كل ألامه اللي كان بيتقلمها بالصليب وعلى الصليب لكن كان يقول لك من أجل السرور الموضوع أمامه ليه؟ أصدقى يخلصنا وهيفدينا وهياخدنا معاه هو ده الموضوع سروري الآب وموضوع سروري الإبن الصليب إيه عشان كده إحنا نكرم الصليب كل مرة نبص على الصليب نفتكر قد إيه السيد المسيح أطاع الآب الإبن أطاع الآب طاعة كاملة وخضع ليه خدوع كامل وكأن المسيح عايز يعلمنا يقول إيه تمثلوا بيه في طاعتي حتى الموت أطاع حتى الموت موت الصليب تب يعلمنا السيد المسيح أنه إحنا برضو المفروض نطيع طاعة كاملة ونخضع خدوع كامل زي ما هو عمل كل ده نتعلمه فين وهو على الصليب إحنا نكرم الصليب لأنه علامة ما جاءه التاني لما هيجي شوف الكتاب المقدس يقول لنا إيه وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير يقول لك تظهر علامة ابن الإنسان في السماء لما هيجي في علامة هتظهر في السماء علامة إيه دي اللي هتظهر في السماء علامة الصليب شوفوا قد إيه اتكلمنا على الصليب وقوة الصليب وبركة الصليب وفخر الصليب حاجات كثيرة جدا عشان كده تلاقوا كنيستنا متمسكة قوي بموضوع الصليب ورشم الصليب بركة الصليب تكون مع جميعكم واتبارك فيكم وتديكم القوة وتديكم نعمة وتساعدنا كلنا جميعا ليكون لنا نصيب مع المسيح في مجيه التاني لإلحنا كل مجد وبركة من الآن وإلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر